طيب يلا تعاني نخش على طول على أخبار النادي الأهلي ومرسل كولر الموديل الفني للنادي الأهلي على هامش مران الفريق اليوم قعد مع اللاعبين أشاد باللي قدموه قدام المصري وخص بالإشادة السنائي إمام عشور وريدا سليم شكرهم على المجهود الكبير اللي عملوه في اللقاء وكولر حرس في نفس التوقيت مع الصفقات الجديدة ريدا سليم وإمام عشور إنه يقعد كمان مع مودست وقال له ما تقلقش خالص أنا واصح في قدراتك وإنك هتكون مؤثر مع الفريق ولسه المشوار طويل عشان مودست طبعا في مباراة المصري تقريبا لم يظهر بالمستويات المتوقعة وبرضو ده متوقعة إنه ما يظهرش عشان الراجل بقاله فترة كتير أوه ما بيلعبش وفي أجواء مختلفة تماما على الأجواء اللي كان بيلعب فيها في أوروبا مفهوم كمان بيرستاو شكله كده مش هيلحق مباراة الأهلي القادمة الأهلي أو بيرستاو بيعاني من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها إسابة تعرض لها خلال مواجهة المصري الأخيرة في الدوري وهو متأثر مزال في المران وعنده ورم في موضع الكدمة لسه هيخضع لبرنامج تأهيلي وتأهيلي عشان يشوفوا إمكانية لحاقه بمواجهة سان جورج في زياب دولي 32 بطولة أفريقيا اللي هي إن شاء الله يوم لحد لحاقه بالمباراة نسبتها ضعيفة جدا جدا يعني خد بالك أن موديست هيغيب عشان لسه مش مقايد في مباراة دولي 32 في دوري أبطال أفريقيا وهيغيب ريدا سليم كمان للإقافة عشان كان مطرود مع فرقته في آخر مباراة مع الجيش الملكي وكهربا غالبا هيلحق طبعا هيبقى موجود عشان هو كهربا بس موقوف في الدوري وحسين الشحات هيبقى موجود ناحية الشمال في المباراة القضائمة حسين الشحات هيعود ريدا سليم كهربا هيعود موديست في هذه المواجهة ولسه هيشوف مين اللي هيعود بيرستا وإن كنت أرى يعني بعد المستوى اللي قدمه كريم فؤاد في الفترة البسيطة اللي هيبقى في مباراة المصري ممكن يبقى هو أفضل الأوراق ناحية المين يبقى كريم فؤاد حسين الشحات وكهربا في المباراة القضائمة الأفريقية للنادي الأهلي طيب في الوقت الحالي ثلاثي النادي الأهلي عمر السلية وكريم ندفد ومحمود متولي بيخضعوا لي برامج تأهلية طيب التلاتة هيرجعوا إمتى؟ هيرجعوا مع الأهلي إمتى؟ هم نتكلم في محمود متولي عمر السلية وكريم ندفد هيرجعوا يبقوا جاهزين للمرارة إمتى؟ بعد التلات أسابيع ده الموعد اللي تقلنا أو من مصادرنا في النادي الأهلي من الجهاز الطبي أنه التلات أسابيع والتلات لعبين هيكونوا جاهزين لمرارة النادي الأهلي عمر السلية محمود متولي وكريم ندفد ومشاء الله الأهلي عنده تخمة جيدة من اللاعبين الرائعين دي حاجة حاجة كمان فيما يخص أيضا النادي الأهلي النادي الأهلي فترة الأخيرة بيقدم مستويات جيدة بطولات عديدة أداء مميز ودايما الكلام على محمد عبد المنعم هل محمد عبد المنعم لاعب كبير؟ طبعا هل مدافع جيد؟ طبعا طبعا هل هو اللاعب اللي حافظ مكانه أساسي في تشكيلة النادي الأهلي؟ أكيد محمد عبد المنعم هو اللاعب اللي حافظ مكانه في تشكيلة منتخم مصر الأول؟ أكيد محمد عبد المنعم واحد من أفضل المدافعين داخل قارة أفراك في الوقت الحالي اللي لم يكن أفضلهم؟ أكيد كل شيء عن محمد عبد المنعم موجود بس في ملحوظة الناس بدأت تركز مع محمد عبد المنعم يعني إيه بيعيركزوا مع محمد عبد المنعم؟ محمد عبد المنعم الدايق محمد عبد المنعم شوح محمد عبد المنعم بيكلم زميله محمد عبد المنعم عمل مشكلة محمد عبد المنعم مش عاجبه حد محمد عبد المنعم موسك من نفسه زيادة بص أحيانا لما واحد بيغلط غلطة قديمة تفضل ممسوكاله ويفضل الكل مركز معاه لو خد نفسه ده خد نفسه بشكل عميق شوية لو خد نفسه تمام فانا شايف ان فيه كوز افوره على محمد عبد المنعم يعني ايه اللوم على محمد عبد المنعم بقى الزادة عن اللازم اه لما يغلط نقول له انت غلطان لما يتخطى حد من زملائه يتقال له انت غلطان لما يعترض على زملائه يتقال له ما تعملش كده تاني وبالمناسبة ده حصل ده حصل بعد الموضوع المضايا يتقال له محمد عبد المنعم بلاش تبقى بتتدايق في الملعب بلاش تشوح بلاش تتنرفز على زميلك عادي احنا بنلعب والامور خلصت عند هذا الحد بس احيانا الامور مع محمد عبد المنعم بيبقى فيها مبالغة مش منه من اللي عليه وطبعا منه ساعات ساعات بس قليلة بس يا جماعة التركيز مع محمد عبد المنعم بقى كتير اوش انا كل شوية لايقى حد يقول لي انا خب بالك محمد عبد المنعم لاهم مغرور ليه مغرور مع الراجل طول الوقت مركز طول الوقت في تشكيلة فريقه الاساسي طول الوقت عنصر مهم طول الوقت هو اللي بيسجل اهداف الحاسمة زي الجول اللي جابه معلقة لفمبراطة الوداد في نهاية افريقية ما ده تركيز لو هو مغرور وطلع برا تركيزه هيقعد برا قصة مش يلعب تاني عشان هيبقى مستوى أقل كمان لكن هو مركز اكيد بس هين فعلاته أحيانا متبقاش محسوبة مع الحواليه مع زميله لا اقود بالك اللوم اللي بيحصل في الملعب ده ده مقرر انت في حاجات بتشوفها في حاجات ما بتشوفهاش يعني ايه يعني فيه لعب يقول لعب يا عم كنت غطيت يا عم ما انا معملاش هقولك ما انت ليه ما عملتش التاكلينج طب ما انا كنت لسه قدام ما انت مرجعتش ليه بسرعة ده بيحصل طول الوقت يعني انت لو قاعد تحت عند النجاة الخضرة كده على العتراك هتسمع ده طول الوقت ده مش حاجة غريبة ده طول الوقت انت نفسك لو لايه من صحابك وبتلعبه خماسي هتقعد وتنومه بعض كل شوية وانت وصحابك متلعبوش على كاس العالم فده بيحصل طول الوقت في أرض الملعب بس التركيز بقى على محمد عبد الملعب كل لعبه بتعمل كده وهو برضو لازم ايه ده تتحركش يعني حتى لو حبي يلوم حد من زميله بالصوت وتلاقي حتى اللعبه في أوروبا بتعمل كده حاملة كده بصيلي انا عملا اقولك بصيلي من بدري وانت ما بتعملش كده فهم عشان الكاميرات بتلقط فلازم هو زاكي برضو عشان العين بقت عليه ده فيما يخص محمد عبد الملعب مكلمنا خلاص على إصابة عمر السلية وكريم ندفد وايضا محمومة تولي اللي هم المفروض ان شاء الله يلحقوا مع النادي الاهلي كمان ثلاثة أسابة طب هذا عن أخبار النادي الاهلي